استنكر تجار عراقيون تحديد البنك المركزي سعر صرف جديد للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 دينارا مقابل 1190 دينارا قبل القرار وهو الأول منذ نصف عقد والذي برره البنك المركزي العراقي بأنه جاء تماشيا مع توصيات البنك الدولي وعلى الرغم من تضارب التكهنات بشأن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي منذ مطلع الشهر الجاري إلا أن خبراء وتجار أشاروا إلى أن دخول شركات إيرانية على خط مزاد البنك المركزي العراقي لبيع العملة الصعبة وشراء مبالغ كبيرة منه بهدف تهريبها إلى إيران أدى إلى ارتفاع السعر صرف الدولار كحكومات ما إلها دور الدور الأكبر يشتغلون إلى أجندات خارجية دول اللي تحيط العراق الحدودية ودول أقليمية أما بالنسبة للداخل فالتأثير المباشر من الأحزاب والكتل المتنفذة هذا إلى دور فعال لأن هم المستفيدين الأكبر والمتضرر بهذا الوضع هو المواطن التجار يرون أن القرار تسبب بالانخفاض المفاجئ في قدرتهم الشرائية وحثوا الحكومة على إعادة النظر في قرارها وأكدوا أن المواطن البسيط هو المتضرر الأول والأكبر من هذا القرار المفروض يسيطرون على السوق قبل هذه الفترة ليس انفلات انفلات بسوق بحيث أنه صارت ضجة يعني كأنما اليوم اللي يجي بكورونا العراق والأسواق يعني صار الأسواق صارت نار نار بارتفاع الأسعار وهذا جنم على الشعب العراقي وما بين مؤيد لقرار خض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار ومعارض لهذه الخطوة يبقى المواطن البسيط يبحث عن إجابات شافية لجدوى هذه الخطوة الحكومية